سبع تغييرات جديدة مثل العادة بألمانيا ابتداء من واحد ثلاثة ستعرفوها معي أنا عبدالهادي بشكل سريع مختصر ومفيد خلينا نتعرف عليهم سواء بعد الإنترو بشكل سريع السلام عليكم أهلا وسهلا بكم عبدالهادي معكم من أمام العدسة من ألمانيا بحييكم بتمنى تكونوا بكل صحة وعافية أوروبا مثل ما أوردتكم بكل راس شهر في تغييرات جديدة بألمانيا فبهذا الفيديو مثل كل شهر هنحكي عن التغييرات اللي هتبلش بواحد ثلاثة فإذا عجبك الفيديو وعجبك محتوى القناة لا تنسى الاشتراك تفعيل زر الجراس تحط لايك لذا الفيديو ومعطالك حلو ورأيك الشخصي بالتغييرات الجديدة هي تغييرات جيدة بالنسبة لك أو تغييرات أنت بتشوفها أنه هي سيئة وقبل ما نكمل بالفيديو الله يرحم الجميع وإن شاء الله الله يفرج عن العالم حاليا المولودة بسوريا وبتركيا وبكل مكان ورجعت الضررات بالزلزال مرة أخرى باللي صار قبل يومين خلينا نبلش بالخبر رقم واحد وعلى الحكومة الألمانية للطلاب اللي عم يدرسوا بألمانيا الأدسوبي اللي عم يساووا أوس بلدو عم يدرسوا بالجامعات من ثلاثة شهور كانوا عم يحكوا عن 200 يورو إنه هنه حيصرفوها الانيرجي باوشالة للطلاب وأخيرا بابتداء من واحد ثلاثة بخمسة عشر ثلاثة بالضبط بتقدر الطلاب تقدم أنتراك عن طريق أونلاين عن طريق الموقع الرسمي اللي كمان هنه حيطرحوه الفترة القادمة أكيد الكل حيعرف فيه وبخبركن عن طريق الصفحتي على الفيسبوك أو التيك توك بالموقع بيقدروا إنه يقدموا أنتراك لميتين يورو إنه يحصلوا عليها تحت مسمى انيرجي باوشالة وهي حتكون هي مساعدة هيحصلوا عليها لمرة واحدة فقط لغير عن طريق البنك وما ننسى إنه هاي المساعدة طبعا هنه لا بدر يرجعوها وفقط بتكون لمرة واحدة مثل ما ذكرنا رقم اثنين الأشخاص اللي بتشرب بيرا كمان هاي ترجع ترتفع أسعار البيرا مرة أخرى لماركة الكروم باخا أو كمان مو بس هاي الماركة أو مو بس هذا المنتج من هاي الشركة حيغلق كمان منتج فتا مالس كمان هيخضع هو الأسعار الجديدة مرتفعة ومتل ما لاحظنا الأسبوع الماضي كان أو هذا الأسبوع كمان في ارتفاع هائل للأسعار بشكل عام بألمانيا يعني حتى الآيس بيرغن تبع السلطة أو تبع الخسة نحن من إلا صارت بتلاتة يورو ونص المندورا واربع يورو فأسعار جدا مرتفعة خلال الأسبوع الماضي ما لسا يعي ما علقت الحكومة الألمانية على هذا التضخم اللي صار خلال الأسبوع الماضي بس إن شاء الله بخلال الأسبوع القادمة لنشوف لعله خير وبتنزل الأسعار ولو إنه شوي رقم ثلاثة مثل ما نحن تعودنا من بداية أزمة الكورونا الأشخاص بتقدر تساوي الشنيل تيس والبسي آر عند المراكز الصغيرة بس ابتداء من واحد ثلاثة البسي آر حصرا هيكون هو موجود عند المشافي أو عند الدكتور العائلة الهاوس آرط يعني المراكز الصغيرة حيتم أغلاقها وممنوع أنه تساوي مرة تانية هي بس آر وحتصين ما نذكرنا عند المشافي أو دكتور العائلة فقد لا غير بتقدر أنك أنت تساوي التحليل رقم أربعة بعد ما لغوا الكمامات بقلب الكطارات المسافات القريبة المسافات البعيدة الحمد لله رب العالمين كمان الأشخاص اللي بتشتغل بالالتنهايم بالبفليغيهايم بالمشافي بدور الرعاية بعد هو ملزم أنه يلبس الكمامة إن كان الكمامة العادية الخضراء أو الكمامة FFP2 صارت هي شغلة فغايف ليش هو بترجع لإله إذا بده يلبسها أو لا أما الزوار فهو ملزم هو بفليشت أنه يلبس الكمامة لما بده يفوت على أي عيادة أو على أي مركز رعاية أو مشفى يعني الموظفين غير ملزم أما الزوار ملزمين ولا ننسى أنه القرار يلح يضل شغال كمان بالقطارات والمواصلات العامة إنه ما في أي كمامات لحد هذه اللحظة والواحد كمان هو حر وطوعياً يلبس الكمامة أو ما يلبسها واحد اثنين ثلاثة أربعة رقم خمسة الآل يزود مشان حماية البيئة وحماية كمان مصروفة وجيبته قرر إنه هو ما عد يطبع إعلانات ويبعتها عن طريق البريد ورقية والإعلانات هي حتصير ديغيتال عن طريق البرنامج طبعه كمان بتقدر إنك أنت تشترك بخدمة مجانية وتحصل على العروض الأسبوعية أو الشهرية اللي هو بيصدرها بشكل كامل عن طريق الواتساب أما إنك أنت تكون قاعد ببيتك ويجيك ورق إعلان منه جريدة إعلان أو بروسبكتر مثل ما هنين بيقولوها باللغة الألمانية الآل يزود ابتداء من واحد ثلاثة ما عد موجودة هاي الخدمة عنده مشان توفير مصاري ومشان كمان مثل ما ذكر حماية البيئة رقم ستة وسبعة هي بتخص موضوع الغاز والكهرباء اللي الكلي بيعرف فيه إنه هي حتكون إلا كمان أثر رجعي لحفظ سعر الغاز وسعر الكهرباء سعر الغاز مو أكتر من 12 سنت الكيلو الواحد وكمان سعر الكهرباء ما يتجاوز لل40 سنت أما إذا تجاوز هذا السعر عندك إن كان للكهرباء أو إن كان للغاز فحيكلها هي أثر رجعي ابتداء من أو من أول سنة حيكون على الدولة 80% وعليك أنت 20% يلي فوق السعر العادي تابعهم يعني فوق الـ 12 سنت وفوق الـ 40 سنت وحيكون فيه مساعدات للأشخاص مثلاً اللي بتدفع إجرة الكيلو الواحد تبع الكهرباء 50 سنت أو 54 سنت فهذا المبلغ الزيادة اللي فوقه هو الـ 40 سنت خلينقول 15 سنت فحتتحمل الدولة منهم 80% وإنت حتتحمل 20% يعني لازم دائماً أنت تحاول توفر وتقتصر من مصروفك إن كان التدفئة أو إن كان سعر الكهرباء بشكل عام أسعار الكهرباء أنا شفتها من فترة كنت بدي ساوي عقد جيد بعدين خيرت رأيت لحي يخليني على عقدي القديم توقعت أنه لاقي شيء أرخص فلقيت أنه السعر الكيلو الواحد حالياً هو ما يقارب بين الـ 50 للـ 54 سنت للكيلو الواحد وهذا يعتبر رقم كتير كبير لأنه سابقاً كانت هي الأسعار ما يقارب 27 سنت نحن عم نحكي بروتو كمان الـ 54 بروتو فهي ارتفعت فعلياً الدبل فمشان هيك وقتها هنا نحكوا بقصة الكهرباء وقصة الغاز وقالوا أنه هنا نحيطبقوها من 1-3 بأثر رجعي ابتداء من 1-1 حيحسبوها هي الإنتلاستونج أو المساعدة وهيك بعل حالي ما نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتماناً تضلوا بكل صحة وعافية ديروا باكم على بعض وحبوا بعض ولا تزعلوا بعض تشوفكم على كل خير في فيديوهات القادمة وهلا حالكم السلام عليكم